وفأ بيوتي يوتوبر عيشة بالإمارات مطلقة عندي بنية أول ما فكرت قبل أنا ما كنتش كان فكر أني أنا نغادر برا البلاد ديالي إلا بعد ما اطلقت لمشاكل كانت وقعت بني وبين طالق ديالي فعملت طلقصة في فكرت أني نطلع برا البلاد سواء لدول الأوروبية ولا الدول العربية في المجالي غادي نصافر وقعت رأسي أنه يعني في كيف ما تقوله أرخص حاجة أنه كميزانية مشيت للخالج مشيت على أساس كنت ديك ساعيد لها برت فيزا مشيت ما قلبت على الخدمة خدمت من 2011 من 2011 حتى الـ 2016 ومن بعدها تزوجت وبديت الحياة ديالي كامرأة متزوجة في الإمارات أسباب كانت يعني كاش توافق يعني كتشوف الراجل أنت كتبني وهو تيريب يعني كين كيقولك ما حمل الراجل خاصة أمره وما حمل مرة خاصة راجل يعني المرأة لي كتكون تتبني وبغى تبني واحد للعش الزوج يبين أو بين الزوج دياله وبغى تكون والأسرة قدلق أنت الراجل كي يهدم فيه فما يمكن الوحدة أنها تكمل مع واحد هي تبني وهو يريب فأقل حاجة الإنسان يديره هو يطلق لكها أقل ضرر من بعد فما اضطريت أني أنا مشي رفع داوة داوة ديال طلق الشقاق وطلق تراسي وسمحت لي في كل شيء حتى المصروف دير البنت ساوى وسمحت لي فيه وخواه ويخرجوا لي أنه يخلص ومع ذلك أنا ما كنت شكا عمرني ما تابعته في النفاق هذه البنت لأنه كان نقول لك أنا أنا بنت واديك يصرف على بنته ووش يصرف على رابنته أنا اللي غا تكبرها غا ترى شكله كان يصرف علىها وشكله كان يكافع بنتي دا بك هنا في الإمارات لم أدي تشفت تا استقررت مزيان وتا أكون دراسي ويعني أنا لبغيت نجيب بنتي خاصة نكون قادة بي أمشي غن الحق نجيبها يعني سنكون قادة أن ذيك البنت غدا نجيبها غدا نتكمل قرايتها يعني أي حاجة طلبتها ستكون موفرة لا يعني تقريباً احتدرت خمسة شرعة عادة بش فكرت نجيبها أخدمت في الزل الحويش أخدمت في كوفي بحال كي يقولوا سرباية أخدمت في كوفي خدمت في المبيعات أخدمت في الحفلات بحال كي يقولوا ديان التنقاف هذا شي ولكن عنده وما غير يعني إحنا عدنات يقولوا التنقاف يقولوا بحالة كتسربة في العرس كتقدمي للطلبات اللي بغاد شي حاجة هذا الشي بش تقدام أعوذ بالله الدار اللي كيشتغل فيه كيشتغل فيه من بلاده اللي اللي كتخرج للطريق كتخرج من بلاده ماشية تبشي البلاد الناس واللي كتكون أصلاً الصمعة ديالخيبة كتكون الصمعة ديالخيبة من بلاده ماشية تبشي البلاد الناس والحمد لله إحنا إنسان كيف ما تيقولك كينا ترق الجامع وكينا ترق الفاسد اللي بغايت ترق اللي بغايت شدة شدة كل واحدة لو كنا نحنا سبعنا هذيك الطريق بزاف تحويج غاتبان علينا بزاف تحويج غاتبان علينا بزاف تحويج غاتبان علينا وإنسان بلا محتاج أنك أنك تتسول هذيك سؤال مادام ما شفت يا ذيك الإنسان يعني عايش بما يرضي الله وباين عليه عايش بما يرضي الله يعني ما جايين مزعزرين ما ديرين طنوبيلات رك شتينا جايين عفطاكسيين دردبوف من كازا يعني لو كنا نحنا مدخلنا تصرفوا هذي الفلوس هذه كردت عندك أنا بطيارة حبرتك أسطح ولكن الحمد لله الحلال الحمد لله الإنسان كي يمشي بالحلال كي يقول لك أخا قليل ومداوم ولا كتير مقطوع شوف الفساد فساد يعني بمفهوم الدعارة والدعارة ممينة قديمة يعني ممينة ما شير الله قالت بسم الله فأي دولة كتلقى فيها الدعارة يعني مش نحنا أغن لأنه بزاف 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 شيء كانت كلمة الإمارات تقارنوا بالدعارة لماذا لا نرى هذه البنات اللي خدامت وزوجات لبنات اللي كانت تدير الدعارة وتدير ولدات وتدير زوج باشي وكانت تصبرك الله فلناس خدامت خدامت في الدواء الحكومية خدامت في المستشفيات خدامت في المطارات فأنا ما شيته قد تصبرك الله فلناس خدامت فأنا لا نقارن رأسي بوحدة مرخصة رأسي وبيعها رأسي فأنا نقارن رأسي بها وتجمعني معها وتقول لي المغربية أنا مغربية ولكن ما غادش تلومني على وحدة ما مزيانة كل واحد كيمتر نفسه ما اللي كانت تطلع براء البلاد وخام مغربية ولكن كيمتر نفسي نفرض السيطرة ديالي على وحدة الإنسان وقولا لا أنت مغربية ما خاصلك جديري وكار شغلك هداك ويبقى نحكم على رأسي الصعوبة التي وجدتني أول حاجة أني أناك تقلب على الخدمة بس أولك الحمد لله أنه يعني مرضي الوالدي أنا مراد عم ربي ما تيخلي وخا تكون غايدة بوحد طريق تطبق الطيح وسبح الله العدم كيجي لكي حالتي يجيتي يرد ذلك الطريق أنا كتت قلب على أساس أني أنا قسم باللا يا مرض غادب تقريبا فلوس الفيزا كنت كان ديك الساعة شهرين كانت بت تبقى 5,000 درعم لي 1,5 مليون دليل مبدة ديالة الشهرين وغادب 50 درعم في جيبي كنقول أنا فراسي إلى ما ألقيتش في النسكون غادة نشي حدى الجامعة إنجلس هدا وطفكي هدا كنقول سياني أول مرة غادة نتعرفة ش حد ما عارفة في غادة في نجيّة شنأة الإمارة كديرة سوف نطلق معها في المطار الذي سوف نسافره فيه الطيارة لا يوجد المطار للنواصر يجمعون لنا ودخلون للداخل من الطيارة القوي خاسرة فلا يخرجون الأوطين في النواصر يجمعون للطيارة السابق سنقض طاق مستجد فلحت مwolسي سيضع أردعون بالنواصر أمام ذلك ساءلس قالت شatti الدجارة مرحبا بي تتلقي خدمة يعني بكترة الفرحة يعني إنسان إنه يقف معك بقي الله في البديه كدول الحمد لله بقي ندت الناس بشيت اللي عندها وبركت معها وكنت بحل موقعيته كتلحق ديك الساعة معاك أنا من شوية الحرارة كتلحق الساعة باش من باش نتمشي على رجليه وباش نقلب على خاطره وباش مركبش في الطاكسي يعني بلص الطاكسي اللي غدا مش نخسره كان نوفرهم في جيبي وكان فرج نتمشي على رجليه نقلب هنا نقلب هنا نقلب هنا نقلب هنا تنهر ليسا على لي الله ولقيت خدمة خدمت فيها مددية التعامين في كوفي في عجمان في مددية التعامين وخشوية لقيت شوية دي الصعوبات مع الكافيين ديالي باقي كان باقي شهرين ولقيت مع شوية دي الصعوبات في الآخر يعني بحالك تقول أنه عدبش فاق أنه خدمة عنده مغربية بمعنى أنه كان حط فراسه في الأول كنت أقول لك بقات شهرين لعامين أنا خدمة معهم أو عمرهم ما دماغة يتشي حاجة ما احترمني ما كلمة العيب ولكن شوف المران اللي كتكون محترمة كترغم الراجل يحترمها وكترغم الراجل أنه ما يقدرش أنه يتعدى الخطوط الحمراء قداما أنا كتمنى هذا كل نوع يعني وخاخ الدامة في كوفي ولكن فاضل إحسرام ديالي للناس كلهم يعني هو من بعد ما كملت هذيك العامين باقي ديالي شهرين عادة باش يعني حس أنه هذي إنسانة هذي يمكن تكون مناسبة لي فهمتشي أنا هذيك لو قيسة أنا ما كدش يعني بحركة تقول تعاملت معهم في الأول كأنه بخوتي لأنني أنا كلمة الأولى فشير الله غنخدم معهم يكلم أنا ما عنديش خوتي في الإمارات وأنا كان عصابكم تكون أنا بغيتكم تكون خوتي في الإمارات هذي كلمة اللي بديسمعهم في الخدمة قرية هذي كلمة ديال فالك طيب صافيه بقيت خدمة معهم صافيه من اللي ما وصلش دكشي اللي بغاه دخلت معا في مشاكيل وكان بغي يلغي لي يا الإقامة وعطني حرمان وصيفت من البلادي تدخلوا تاني أولاد الناس وردازت الأمور بيخالوا على فعل من بعد 2016 توجت كأي وحدة طلقت معا واحد إنسان عجباته عجبا شابت فيه شحويج عجباتها وتو شابه شحويج عجباته المشكلة هو أني أنا كنت وحدة نهار كنت كان نظور في التك توك كيبالي بزار ديال الصور ديال وحدة البنس أنا عاد قتلاته هذي فبحكمت أنا فنشوفك الناس يعني هذين تصاورات يحطوها فأنا وحدة من الناس هذيت صورة دياله وحطيتها وكتبت عليها أن اللي إليها راجعون اللي متكفل بالصندوق يتواصل معايا هذه الكلمة اللي كتبتها صافي ودرت وبحكم عندي يوتيوب فالناس يدخلوا عندي يقول يا وفاة وحدة البنت وقع لها وقع لها شنو المشكلة شنو المشكلة شكل قتلها شنو يعني بزار ديالت السؤولات اللي خلاتني أني أنا نتجرأ ندير فيديو ونطلع أني أنا نشرح ليوم الموضوع بحسن نية ما كانت بقصدي لتشي حاش أني أنا غير ننور الناس أنه لا رأي لتشيلي حيث كيلي يقول لك نا رأيك تعرفوا رأي كانت بعلاقة معك فأنا كنقل حرام الإنسان يأخذ الفكرة على إنسانا هو ما شيبتاشي حاجة غير هدرا واصلا ويبقى بناديم يزيد في هذا فأنا بغيت ننورهم مع أنه اللراء أبقى عليها كذا 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 يعني بتفاق مشي بالتفاصيل ولكن شوية يعني كانت فاجأ من بعد هذا استقريبا واحد ربعية قد تعيط لي الأخت من نرويج سلام سلام قد يالأخت وفاء قد يالأخت البنت ثلاث قد لأت قد لأ البركة فرأسك وهذه يقول لي هل تحييذك الفيديو ولا سنتخذ معك الإجراء أس قد لأ شمي الفيديو قد يالفيديو اللي يدرسي علاقتي ودي قد لأ أوكي الفيديو درسي علاقتي كنترحم عليها لا إنسان حيث ورأ مزيف ديال الناس قالوا الهضرة وبغيت نصح اللهم يعني حشوما يبقوا يجمع علي ديال السيد حشوما هي مات هي عن درف دار الحق صافي من لي قلت أنا ما طالعد عن ترحم عليها طالعة تهدد فيا تقريبا ثلاث وكو وانا رخ تلو ذلك دخلت من بعد كي يجيني اتصال من الدوائر الحكمية السلام عليكم وفا خصك جي تراجعي انا شو المشكل قل لي من بعد وغدا جي تعرف ايش ناو المشكل انا ديك الساعة كنت يلا جيبت بنتي تقريبا بش جيبها اه جيبتها تقريبا في شهر عشرة ولا معت سعود والمشكل وقع في الفاسمين اللي اخرى فادي خرج غنضان فانا ديك الساعة بنتي قاسر بقي صغيرة وبزاف المشاكل وقعت لي من بعد وقعت عارفة فينا رد الراس كنقول انا غنشي يعني انا حسس كينة شي حاجة قلت انا لمشيت وقعت لي شي حاجة ولا عادي الدرية فانخليها الدرية بقي صغيرة وذك شي ما عندي شكين دير داست قريبا واحد للسيمانة انا قلت انا ما غداش نمشي احتدوا السيمانة دير رمضان حيط لمشيت وكان شي حاجة غنبقت ما تتيدوز رمضان ووالكون جي ديال العيد تاوغا ديشتدوني فيه يعني غنانت ديال مزيان فانا قلت خليني تدوز السيمانة ديال رمضان والسيمانة ديال العيد وانمشي قلت خليني يساقط الخبر اني انا ما مشيتش قلت هذي واقع انا ما عارف الموضوع ما بواش نمشي يتعيطي يا قلت لي يا صافي فاسيري قلت لها واش نتي داعياني قلت يلا لا ما داعيكش قلت لها قلت لي الصراحة لانه قلت لا لا ما عديش مشكين مع شي حد الحمد لله صفحتي بايضة في هذه البلاد وبراستي مرفوع لله مالك الحمد لله حداش رعام وانا في هذه البلاد لو كان فيه شي حاجة ولا شي حاجة في براغة بان يتقول يلا لا ما كنت شي حاجة صافي مهم انا ما مشيتش هي بحلف تقول لي بحلف تجسس الناس كي يبقوا يسولوا فيا وامتا غات مشي امتا هذي امتا غات مشي شوية عملي شافتني ما مشيتش غير ما عارفش اني انا غادة مشي ولكن غادة تدوز السمنة ديال الاجازة ديال العيد هي تقول لي يا شنتي يا والله يسا غنضخن لك الحبس قلت لي ليش؟ قلت ليش موش مدرت لك اه قلت ليك تطل بغا تطلع الاتسنس على دار حتي وبغا تطلع القانات ديالك وكتجمع الفلوس على دارها قلت لي وش ممني تكاشي اللي كتقولي فيه وش الفيديو دار بعشرة الاف ولا تنقولي حنة عشرين الف ولا بيدخل لي الاتسنس غالت بارك الله عندي فيديوهات لحقين المليورنس قام اهماري ما مع لا باليش انا كتديره بقانات ديره اغير كب اهم كانت ديفولة فيه والحمد لله ربي كان جاب لي لي فيما قام احاسن مضانا ولكن ما عام ما حاطش في بالي قلت لي الله تندخل لك الحبس من بحث اكتشفت ان السيدة انه كينا واحد اللي يدخفية من اليوتوبر اللي كيني في الامارات يدخفية مدخلة في الموضوع وعطيها اسميتي انه تجي واحدة انا عندي قانات فيها ستين الف ومع تنين وستين الف وتجي واحدة من نرويج وتجي عارف اسميتك وعارف كنيتك وعارف رقم تليفونك وعارفة كل شيء شادة والفادة يعني انا فادي كينلاح ذرك اعتبر انك عندي ربعة المليون دي المتابعين يعني واحدة مشهورة غاد خلت عرفني شكون انا اعرفت انه يعني متدخلين فالموضوع وبغير يطيحوني باي طريق باي طريق اي طريق او كنت كنقول المتابعين تقولي مش شو انا روخة قناتي صغيرة وبركي متبوعة ناس كترصدني وناس بغى تطيحني بأي طريقة علاش حيث انا واحد الانسان كان بيعشري كان شري الحويج القناظر العبايات كان بيعم بما يرضي الله ما كان بيعمش بالالف درام والالفين درام خديت واحد الحاجة بخمسين درام غن بيعب نربح في عشر درام عشرين درام الحمد لله مهم ما غادش نربح كتر من ذاك الربح ذيالي انا واحد الانسان وبغى شريبه بغى نربح وحد الحاجة اللي حلالا طيبة تنزلتها انا مرتاحة ما غاديجو حناط بلي اللي اختي هذي ديرا تامان وانتي بعتلي يبت تامان تقدي عاليا لا الاسعار ذا بكل ولسا متاحة كل شي ولا كيعرف القام دورا شحن ديرا وصبات شحن دير كل شي ولا متوفر صافي مشيت الف ومشيت لقيت راسي متاحة ما في ثلاث توم الاول اني انا انا اه شوشرة اني انا بغى ندير الشوشرة تاني حاجة اني انا اه اشغال ريان تاني حاجة اني انا كنا نظر في موضوع بقي في يد الشرطة تالت حاجة اني كنا نجمع وداروا التحرية الدير والحمد لله مشادة الشرية طالع عني تسالمة اني طالعا نترح من لك الدرية صافي مو عم من بعدها دست عند وكيل نيابة اه اه اتضعت بكفالة مالية الي اتقلياء من 3 مليون كفالة ماليةче اني كانت اه 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 اي ما يقولون اي اه اه اتضعت مرادية النهو او حاجة اني يفعل لها اني بقلي اضعت مال بعد ما اضعت الكفالة واخرجت درت المحامي والحمد لله المحامي قام بل جهده والفوق اختار الكلمات المغرقين بحل الصندوق نحن المغاربة نقول الصندوق للنعش دي الميت هما الصندوق عندهم وصندوق تبرعات يعني من اللي يسمعوا كلمة صندوق ولكن هما عليهم والو هما جاءهم بلاغ من مغاربة أولاد بلادي وبنت بلادي أما هذيك الدولة ما أداتنيش ديك الدولة لو كان أداتني ما غنبلكش فيها 11 عام ما غداش ندير فلا بزبت حويج ما غداش ننعيش فيها ونحس براسي اني عايش في بلادي لاني ما شفتتشي حاجة خيبة واللي بغا شي حاجة مزيانة ركي القاعة بغا الخيب ركي القاعة مو عما ديك البلاد ما شفتشي حاجة خيبة اللي أداوني ولاد بلادي وبنت بلادي اللي وصلوني لديك البلاسة ابنت بلادي من بعد خرجت بكتما قتلك كفالة ومع المحامي الجلسة اللولة كانت الحكم ثلاثين مليون ديال ثلاثين مليون كغرامة اللي نفعها يعني أنا درت بحالك اللي اسمعتها أوليك نقول ديالاش ثلاثين مليون اش بدرس ثلاثين مليون أني أنا طرح حم على على وحدة ميتة اللي يتحاسب من بعد قالي المحامي طمني قالي ما تخافيش هادشي راح عادتي وقار إن شاء الله سوف نقدموا المذكرة ونصحوا هادشي ونصحوا هادشي بحاجة اليوتيوبرز اللي في الإمارات اللي في المغرب اللي صبرك الله يعني بلما نقول الأسامين كلهم نخاف ننسى شي واحد بزاف 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 لأنه أنا طلعت في منبر إعلامي وخربوا لي الأسئلة فما وصلني ما وصلوا مش دكشي اللي أنا بغيت نقول أنه المغاربة اليوتيوبرز المغاربة ماشي وحدة ماشي جوج ماشي ثلاثة ماشي عشرة هادروا في الموضوع ديالي وكان نقول لهم شكرا شكرا لكم من اللي أخطيكم والله يكبر بكم ومتزع ما الكلمة تشكك اللي في حقكم لأنه الإنسان غاديك كلمة طيبة برا صداقة را إنف وغا نشوف أنا والبلادي مضامن معاي وبقيت في هذه اللحظة وشي قبول وقفوا مع بنت بلادكم را محتاجة لكم عديك من نسبة لي إيش حاجة كبيرة أما اليوتيوبرز ماشي الله عليهم اللي تم ماشي فيهم غير وتشينوية ونوارة ليجزة بحال وأم محمد وماشي سميتها مزابية سميتها أم سيك المزابية اللي كانت ديرا قناة تبا مقاش عندها هادو مال اليوتيوبر اللي ويعني غر يعني مساندة يعني كيفما تقولوا ساندوني غير يعني بالكلام طيب وقفوا جنبي وثمتي في واحد لقيت أنا محتاجة أي واحد يجي حط عليه يقول لي كديرا وفا مالكي هذه كلمة مالكي كنت محتاجاها كنت محتاجاها كنت محتاجاها كنت محتاجاها وحدة جي عادت عن نقني ما بقيتش حاسة بالأمان وليت كنت حاسب راسي أني أنا كين في واحد سجن وزيداها وليس مخلوعة أوليس خائفة من البشر كنت أقول ما بقتش تقيقة كنت أقول أهو من هذه الدراجة أنا ممكن بنت بنادك تأذيك وتوصلك لهذه المرحلة وانتي عارفك عندك بنية وعارفة عندك وليدين وخدام معلم وكتصرف على هذه الوالدين لما كنتش انتي معي القومية ومع ذلك وصلتين إلى هذه المرحلة خلتيني دخل في كتئاب كنت أدخلت في كتئاب لأني كنت أتمنى الموت كنت أتمنى الموت كنت أتمنى بحل مك خائبة وناسها مك خائبين وناسها مك بدون وعندهم على الرحمة أحسن الوحد يموت جاءت الفاني لكي نشرب الفاني باش نساري وليس بغى عن الناس وليس سدع لي بيتي بقيت بغى نشوف تشي هاد بغى الباب مبقيتش بغيت يتحل كي عيتولي الناس باش نعضر معه باش مبقيتش بغى نعضر معه صافي قرأت الناس وقرأت راسي وقرأت العالم لاني صافي وصلت لذيك المرحلة انو ماكيش معامن وبلص ماكيسان دوكو ودوك الصحابات ودوك الهاي لالا اللي كتكون في اللوال يشوفوك ضحكة يجي وضحكوا معاك يشوفوك لابسة ومقادة ولاس طيب جنبك ونهار اللي كتطحي في المشكيل كي بدوي تفرزوك كي يدال الغربال انا شوية شوية الغربال كان عايبقان غرباء بوحدو فيديا لانو الانسان امتا كتعرف الصاحب وامتا كتعرف الصديق وامتا كتعرف الراجل امتا كتعرفه ونهار اللي كتطحي المشكيل اما نهار اللي كتكون داحك رقا كيفونا مجموعين الليك فا من ذيك اللوكي تا ديك نفرز في الناس دا كي يطح بالواحد بالواحد دا كي تترزبوك من بعد ذيك 30 مليون وشنو؟ من بعد ذيك 30 مليون من بعد الجلسة الثانية والثالثة الحمد لله فضيت براءة لا تابع لامتبوح مخلص تغير بعد تحريت دينهم جزاهم الله خير وشكرا من هذا المنبر لدولة الإمارات ان اعطتني حقي وعرفت اني أنا الحمد لله تحريتهم وراهم ما شاء الله عليهم لو قدوا كاية غدا انت حاسب ولكن الحمد لله اني أنا قدوا براءتان لا تابع لامتبوح اني لا ندام انا استقرارت الساعة باقي لانه بقي يعني انا يلا اديت بنتي يلا دخلت اتقرار يعني عشت يعني بديت حياة جديدة وخب بلدة الناس ولكن رك انا اعتبرت اي بلادي ماشي سعلا انك تعيش في بلاد 11 عام ماشي سعلا وانك تدير ناس جداد وتدير يعني كتب دا الحياة ديالك مع ناس كيولي وعرفوه وكيعرفو ذاك الانسانة وكتدير واحد المحيط ديال الناس اللي ماشي سعلا رسالتي قبل رسالتي كان نود كان بغان نبلغ الشكر الخاص للصديقة ديالي والام والاخت اللي كانت السند ديالي في الغربة وكانت السند ديالي ملي وقع لي المشكيل اللي هي جزائرية الاصل الاخت ناصيرا اللي صراحة يعني لقيتها راجل في جنبي ولقيتها ام ومخلت ما درت عليا ستال هاد الاخر اللحظة راهي اللي صراحة اللي من اللي تفتحت الحدود في فوجي هي اول واحدة قطعت لي يتيك وقدت لي وفاء خاصة كتبش تشوف الوالديك لانك لبقيته يعني شافتني كيفش ذاك المرض اللي دازع لي وذاك شي شافتني وليت عام عصباط عام 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 الضاراب فقلتي افهم الاحسن انا هنقطع لك وسيري شوف الوالديك وهي كان السبب اللي خلاتني زلت هذا المرة نزلت شفت وليدية وشفت البلاد وشفت الناس والحمد لله رسالة ديالتي انو انو الانسان ما يتاقش انو عمرك ما تتاقي اشي جنابك شنابك ما تتاقي فيهم انا كتت واحدة من الناس اللي كتك نقول عندي صحابات كتك نقول نهار اللي ينطح في المشكلة غلق الناس بزاف ويقف معي علاج حيث انا كتك نقاف معه دي الناس يعني الانسان ما تشيبه وشي ضرفات شي ولكن كتصل واحدة المرحلة انك تضرفات شي انو نهار اللي كي يطايحوا كييجوا لعندك وما كتتش الباب ونهار اللي كيحتاجوا فلوس حيحة كتشبه وكتشبه تحط عليهم فلوس حيحة تحطت علاو الدبنات ملقوش فاشي كريو علاو الدبنات طاحوا في مشاكيل علاو الدبنات بارين يكملوا مشروع ديالهم ولقاوا الانسان هادي اللي كان عندي كنقول عندي عندي معد ماشي انتي صافية عندي ويجي عندي ولكن لا اختي ما عنديش والله ما عندي والله ما اخذ انت عليك يعني عندي عصبية اختي سيري والحمد لله والله مالك الحمد والهار اللي انا طحت ما فانا نصيحة نصيحة ان كل واحدة جمع راسا ما بقيت قولي لا صاحبتي صاحبتك اي امك صاحبتك اي اختك صاحبتك اي ابنتك اما الباقي غير قيناع كيكون محطوط عن الوجوب وفوق نهار ديال في وقت الصح كيبان ذاك القيناع كلمة اخيرا كنشكرك الاخ مراد على الاستضافة ديالك في البرنامج ديال الالوانكم وكنشكرك وللي اخطيك وتشرفت معرفة ديالك وكنشكرا حتى المتابعين ديالك وللي اخطيكو وهذا ما كان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة